حذرت الولايات المتحدة من صعوبات تواجه المحادثات التي تجري بشأن الهدنة الأممية في اليمن داعية إلى تمديد اتفاق وقف اطلاق النار لتسهيل مساعدة ملايين الأشخاص الذين يواجهون المخاطر قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفالد في مؤتمر صحفي إن المحادثات الرامية إلى تمديد وقف اطلاق النار لم تنتهي بعد لكنها تواجه صعوبات مؤكدة أن بلادها تشجع جميع الأطراف على مواصلة تلك الجهود وإيجاد حل سلمي لتوفير المساعدات الاسرية للشعب اليمني